ماذا بعد عملية حرق القرآن الكريم في السويد لماذا هذه الضجة الكبيرة وما هي أسبابها هل يجوز إحراق مقدسات الآخرين هل هي جزء من حرية التعبير كونوا مع أصدقائي وهذه الحلقة سريعة حول هذا الموضوع الذي أعتبره مهما من حيث صلته بدعواتنا للتنوير والتنويرية وإلى التفكير بطريقة فيها الكثير من المزاقية والأخلاقية العالية معكم منصور الناصر لا تمنح التطرف قبلة الحياة هذا الموضوع له أبعاد كثيرة أولا سياسية ودينية وشعبية وأيضا تنويرية وهذا محور اهتمامي وكذلك إنسانية سياسيا هذا الموضوع هو بفرصة كبيرة للجميع لأن يبتزوا الآخرين يبتزون السويد ويبتزون الناس وسأفصلوا هالا دينيا هذا يعبر عن جهل وعن رغبة في المزيد من الأدوانية تجاه الآخرين وتبرير للتطرف والتعصب الديني شعبيا هذا أيضا استغلال لعواطف الناس ومن قبل السياسيين ورجال الدين ومحاولة لإشعال الفتن بين الناس وخلق حواجز بينهم وبين الشعوب والأديان والجماعات المختلفة عنهم تنويريا هذا هو شيء لا ألاقى له بالتنوير على كل المستويات التنوير أمر مختلف لا يعني الاعتداء أو الساءة لما مضى إنسانيا طبعا هذه المسألة هي كما لا يخفى مسألة فيها إساءة للآخرين بكل شكل من الأشكال الملخص ما سأقوله هو أن هذا ابتزاز مزدوج يعني عملية إنسان عندما يأتي ويحرق القرآن الكريم وبعد ذلك أتحدث عن خلفيات الموضوع الضرف الذي ولد هذا الموضوع ولخص كما بأنه ابتزاز مزدوج لجميع الأطراف ابتزاز حتى للقرآن الكريم نفسه والمصحف ولكل ما هو مقدس طبعا لا بد أن كل شعب لديه مقدسات كل مجموعة من الشعوب أي جماعة بشرية لديها مقدسات فأنت عندما تأتي وتأتي عليها بغض النظر عن هذا المقدس هو مقدس أنت ما تعترف به أو لا تعترف به هذا بحث آخر لكن أنك عندما تأتي قصدا وتأتي على رمزهم وعلى مقدسهم فهذا يعني أنك عدو من عدائهم هو الرمز المقدس أو المقدس بحث ذاته وضعه لكي يكون معيارا لاحترامك للآخرين أو احترام الآخرين لك بل أنه هو الذي يعبر عنه فأنت عندما تأتي وتأتي عليه فهذا معناه كبير جدا ومعناه واضح أنك توصل رسالة للآخر بهذا المعنى أيضاً هنا سأتحدث أنه مدى المصداقية الآخرين مصداقية الذين يغضبون أو الذين يسيئون فكلهم يستعملون المقدس كأدات أدات لتلبية حاجاتهم ورغباتهم والتعبير عن هذه الحاجات بغض النظر عن معرفتنا ما هي هذه الحاجات لا هي بالنهاية هناك حاجة حاجة لدى المؤجب أو المؤمن أو الكافر أو الذي يعادي هذا المقدس أو الرمز يعني ليس مشكلة الموضوع إنما هذا موضوع سين هناك خلاف حوله بالتالي أنا أقول أن من يقدر القرآن حقاً أو من يقدر أي مقدس كان عليه أن لا يحول هذا المقدس إلى أداة كما يفعل صاحبه أنا أقدس مثلاً يعني خلنا نقدس الكاكو أو مثلاً أي شيء كرة القدم فرضاً لأبة كرة القدم عندما أتي يأتي الشخص ويمنعني من لأبة كرة القدم أو يسئلها ليلة نهار أنت الكرة القدم شيء سيء وتافه ولا يستحق الاهتمام وهذا معناتها يساءلي لأن كرة القدم تعجبوني فعني عندما أحولها أيضاً إلى آدات أنه الآخرين أكره كل أبا أخرى كل الألعاب الأخرى وأتحدث ضد الألعاب الأخرى بحجة أن كرة القدم هي ملكة الألعاب مثلاً فهذا حولت كرة القدم إلى آدات لمهاجمة الآخرين لأن هناك أناس يلعبون ألعاب مختلفة كل واحد أدى هوايته كل واحد أدى رغبته الشخص عني يقول لك لا تعجبني كرة القدم أنا لا يعجبني هذا الدين لا يعجبني هذا المبدأ لا تعجبني هذه النظرية فبالتالي عندما نحول هذه الأدوات تصبح القضية لا تتعلق بالآدات نفسها أو بالهواية نفسها أو بالنزوع أو الرغبة نفسها إنما رغبتنا في مهاجمة الآخرين تعامل معهم بطريقة مختلفة أقول معادات الإسلام هي مثل معادات أي شيء آخر مسألة مرفوضة نهائية أصلاً أنت ما يحتاج تعادل الآخرين لأنه الآن معادات الآخرين لا حاجة لها لأنه أنت ممكن أن تمارس حياتك بطريقة التي تأجبك وهناك أمكانات كثيرة صحيحة الظروف صعبة الكثيرين لكن في كل أحوال هناك فرصة لأن تجد نفسك بدون أن تعادل الآخرين أو تبني يعني مظومتك الفكرية على معادات الآخرين الفكرة المعادات والأدوانية والأتداء للآخرين هذه الفكرة قديمة لم تعد نافع لنا لم تعد هي الأساس في إقامة الألاقات مع الآخرين كانت الألاقات ندية بين البشر جميعاً بالأسطور القديمة وهي التي أفرزت لنا الأديان على اختلافها التي أفرزت لنا المذاهب على اختلافها والأفكار والفكرة الوجود عشائر يعني وجود عشيرة أو قبيلة أو وجود دين وهو أرقى مراحل التنظيم الاجتماعي أو الجماعي في العالم القديم هذا النمط هو موجود أصلاً لكي يوظف الأدوان يوظف العنف يستعمل العنف كأداة لمعادات الآخرين واستغلالهم واستثمار ما لديهم المعادات أو فكرة نشر الكراهية وهذا القيم كانت مسألة أساسية ولا يمكن الاستعاضة عنها حاجة أساسية للإنسان الكراهية لا بد أن نعترف بهذا النمط من التفكير الكراهية ونشر العوامل الكراهية ومعادات الآخرين وتكفيرهم وتجريمهم هذه كلها تحت خانة واحدة هي خانة القطيع القطيع البشري يجب أن يتوحد وأن يتماسك وهذا القطيع البشري أو القطيع الحيواني يجب أن لا يتعامل مع الآخرين إلا بطريقة ندية وفيها كراهية وإلا أنفرط عقد هذا القطيع وتشتته وتدمره وأيضا هذا القطيع يجب أن يحارب كل من يخرج على القطيع من أفراده أو من يفكر بنفسه ويغلب أوامر أو حاجات الجماعة أو القطيع على حاجات الأخرى نحن ما زلنا كمجتمعات نعيش في حضيرة الدين هذا تعبير ديني وما زلنا تحت إمرة شيخ الحضيرة شيخ الحضيرة هو الذي يأمر وينهي وعلينا جميعا أن نطيعه وليس لدينا أي خيار آخر كل من يحاول أن يرفض أوامر شيخ الحضيرة هذا يعتبر من الزنادق وندعو عليه بالليل والنهار أن يحاوله الله قردا خاصا يعني وما إلى ذلك من هذه العبارات هناك عبارة جاهزة لا تحضرني ولا أريد أن تحضرني أو ترد على لساني بأي شكل مشكال بالتالي المسألة ما يتعلق بحرية التعبير أنه عندما تحرق القرآن كريم لا علاقة له بالرأي هذا اعتداء وكراهية مؤلن الإسلام المسلمي كما قلت هذا التحديد لا يختلف عن تهديد المسلم المتعصب الذي يدعو لقتل الآخرين لماذا؟ فقط لأنهم يعبروني عن رأيهم أنت أعطيته الفرصة لأن يقول لك تعبيرا هذا ليس تعبيرا عن الرأي وأيضا أعطيت فرصة لهذا الشخص المتعصب أن يقول أنا حلاحق وأنتم فكرة التعبير عن الرأي فكرة مزيفة والهدف من أتلسائلي واستهدافي والطعن في مقدساتي بالنتيجة هذا الخلط ستسوي نوع من تأجيج العواطف تأجيج الإنفعالات وهذه العواطف والإنفعالات هي التي تغذي العنف الديني وليس العكس أنت المفروض عندما يأتي الحديث عن التنوير سأشر هذه المسألة التنوير لا يتم بالإنفعال ولا علاقة للتنوير بالإنفعال والمنفعالين ولا بالعواطف ولا بالتحشيد ولا بالاستدعاء القطيع أو الحس الجماعي للقطيع للثأر لمن تعرض لهم الخطاب العقلي دائما يقف على الضد تماما من الخطاب الديني والخطاب الذي يستعمل بحجة أنه معادل للدين يستعمل هذا الخطاب معارض له هذا لا علاقة له بالخطاب العقلي ولا علاقة له بالخطاب التنويري هذا مسألة لها علاقة بشيء آخر ربما يحسب على فريق من فرق الملحدين لأن الإلحاد فيه جانب معارض للدين وبالتالي المعارض للدين هو المعارض للدين بطريقة دينية لأنه دين فبالتالي هو أيضا يمتلك عقيدة مضادة للدين فبالتالي هو صراء بين عقائد مختلفة هذا ليس الإلحاد بيتمنى الإلحاد أيضا عالم مواسع وكبير جدا أو المحسوبين على الإلحاد لأن الكلمان كلها عندي أتراض عليها أصلا الخطاب العقلي كما قلت هو خطاب يقف على الضد تماما من الخطاب الديني بالتالي عمرية حرق مقدس ما ينتسب للخطاب الثاني أي الخطاب الديني العقائدي المتعصب الذي يجد أنه من مناسب أن يمارس العنف على الآخرين أو يمارس سطوته على الآخرين أو يسئلهم أو يعبر عن كراهيته لهم هذا إرهاب ديني هناك إرهاب ديني واستبداد ديني وأيضا هناك إرهاب عقائدي وإرهاب الحادي وهذا ممكن أن يستفهل بيننا وندخل في حروب جديدة نحن في غنى عنها هناك إرهاب سياسي لكن لا يوجد هناك إرهاب عقلي وإرهاب تنويري هذا الشيء لا يمكن السماح به ولا يمكن أن نتورط ونفهمه بهذه الطريقة الممكن تعرفون الطريقة الآن هذا السلوك المتدينين أو المتعصبين راح يوظفونه يقولون انظروا انظروا ماذا يفعل الملحدون يحسبون هذا الشخص على التنويرين وعلى الملحدين والأمر لا علاقة لهم ويجب أن ينأى المتنور بنفسه عن هذه السلوكيات السيئة وصحيح أن الكثيرون لديهم غضب من التطرف الديني لديهم ربما هاجر ربما دفع ثمنا غاليا من راحته من صحته من وضعه ربما خسر عمله بسبب رأيه المضاد للدين لكن هذا لا يعني أن تتحول المسألة إلى مسألة انتقام ومحاولة يعني تفريق شحنة الغضب بطريقة غير عقلانية أنت أصلا خرجت على الدين لأنه غير عقلاني أنت أصلا خرجت على الدين الشائع لأنه لا يخاطب أو لا يرتقي بالروح الإنساني ولا يرتقي بالإنسان ولا يفتح له آفاق الفكر والوعي والفهم فعندما أنت تدخل مع هذا الدين في خلاف في المستوى نفسه أنت لم تفعل شيئا في الحقيقة أنت مجرد شخص لديك شحنة غضب من عقيدة أنت آمنت بها لفترة وتشعر بأنك خسرت وقتا كثيرا في هذه العقيدة وتريد فقط أن تنتقم لنفسك مما تورطت به ولكن دون أن تخرج من إطار الانفعال والعاطفة القوة التنوير والتنويريين تكمن أين في العلم في نشر القيم الأخلاقية الصارمة وليس القيم الأخلاقية الدينية المزيفة يعني الصدق يتحول إلى كذب والشر يتحول إلى خير بين ليلة وضحاها وحيانا بين ساعة وأخرى لا القيم التنوير قيم حقيقية وقيم يجب أن تكون صارمة الصدق صدق أنا أعتبر هذا أنا برأي أنه من أكبر أو أهم القيم في التنوير والتنويريين أهم وأقوى وأبرز القيم هي قيمة الصدق علينا أن نكون صادقين إلى حد اللعنة صادقين في رأينا في قولنا في تعبيرنا في رغبتنا في أن نفهم العالم في رغبتنا بالتعبير عن أنفسنا في رغبتنا في أن نعبر عن أيضا أخطائنا ونكشف أخطائنا مهم الصدق المعيار الأكبر الذي يجب أن نمارسه جميعنا ليس مع أنفسنا مع الآخرين مع كل شيء الصدق هو المعيار الأساسي الذي يجعلنا أن نكتشف أخطائنا التغطية على بحجة أو بأخرى باسم الصدق الأبيض أو الكذب الأبيض هذا التغطية لا حاجة لها لن نحتاج هي أصلا فكرة الكذب والكذب الأبيض هو الذي سبب لنا هذه الشكالات وهي بعدين أشرحها في موضوع أنه أدي فكرة بأن الله هي فكرة الأطفال فعندما نخوف الأطفال بوجود جحيم ونار وعذاب وعقوبات فنعتبرها كذبة بيضاء هي هذه التي خلقت لنا فكرة الله وفكرة المقدسات هي بعد ذلك نمت وكبرت وعندما نبحث آخر لكن عموما الصدق هو المعيار الأساسي الذي يجب أن نعمل على أساسه قوة التنوير والتنويرين هنا تكمن أيضا تكمن في العلم وفي القيم الأخلاقية الأخرى الصارمة القيم الأخلاقية الحقيقية التي تقول لمن يسبك ويشتمك تقول له أنت تفعل فعلا أخلاقيا سيئا عليك أن تراجع نفسك فليسبك ويشتمك لكنك عندما توجه بهذه الطريقة ستجعله يشعر ويدرك في أي مستوى الضحل هو هذا المستوى الضحل هو الذي يعتاش عليه رجال الدين هو الذي يعتاش عليه رجال السياسة لأنهم يبحثون عن قطعان وعن حشد جماهيري أعمى يسير خلفهم وخلف بهرجتهم الإعلامية والخطابية فبالتالي عندما تقول له أنت تعالى القف أنت تسب وتشتم لأنهم علموك هكذا وليس لأنك لا أنت فاقدا لوعيك فعلينا أن ننبهه ونقول له أنت الآن تسب وتشتم لماذا؟ لأننا طرحنا رأيا لا يتلقى أو يلقى رضا القطيع أو يرفض القطيع هذا الرأي لأنه يتعارض مع الرأي السائد أو الذي يرغب به الشيخ الحضيرة فالشيخ الحضيرة عندما أنت تقف خلفه وتغضب لغضبه وتصرخ لسروق صراحه وتعاقب لأقابه وتسب وتشتم لأجله دون أن تشعر علينا أن ننبهه فبعض يسبوني ويشتموني بالقناة لا بأس أقول له تعال تعال لماذا أنت إنسان سيء؟ ما الذي يجعلك إنسان سيء إلى هذا الحد؟ عليك أن تدرك ما أنت عليه وعند ذلك الذي لا يشعر بها القضية لن يستطيع أن يصدق ربما بعضهم يسب أكثر ويستمر في السب والشتم لكنه في النهاية سيدرك بأنه إنسان سيء وأنه ارتكب خطأا كبيرا وعليه أن يأي بأن من يدعوه للمعادات الآخرين أو من يدعوه للانغلاق وعدم الانفتاح على الآخرين يعني على الكذب والمناورة والدجل والمحاولة التغلب على الآخرين والدخول في حجاج بالهدف فقط الانتصار في حوار أو في قضية معينة لأجل خطاب يتبنى شيخ الحضيرة علي هذا الشخص أن يدرك بأنه مسخر لهم وأنه خارج عن إرادته وأنهم يستثمرونه لصالحهم عندما يسبه يشتم نقوله تعال انتبه عند ذاك يصدقوني ستنتشر هذا الأخلاق بأسرع من النار من الهشيم الأخلاق الحقيقية الصادقة التنوير الحقيقي يكمن هنا يكمن في الصدق في تقبل وتفهم وضع الذين سلبت إرادتهم وسلبت قدرتهم على فهم الواقع وفهم الحقائق وفهم أن من حق الجميع أن يكفرون أن لا يؤمنون ليس يكفرون لا أن لا يؤمنون أو يؤمنون هذا مسألة طبيعية وليست مسألة ممكن أن نسب ونجتم لأجلها أو نحرق كما يفعل هذا الشخص الحرق أو حرق المقدسات والاعتداء على الآخرين أمر مستنكر من جميع الجهات وبجميع الأشكال سواء كنت متدين أو غير متدين بجميع ليست ليس مبدأا للتعايش ولا للتفاهم بين البشر ولا التعاون كما قلت احنا كنا سابقا الكراهية والأدوان بين المجاميع البشرية كان عصب الحياة وسبب لأنه قلت الموارد وظروف الحياة الصعبة في ذلك الزمان تتطلب هذا الشكل الآن لم يعد الأمر كما كان اختلفت الأمور الآن البشر بحاجة للتعاون والتفاهم لأننا لا يستطيع أن نفعل أي شيء بدون تعاون لا يمكن أن ننشئ دولة بدون تعاون بدون تفاهم بدون قوانين ضابطة بدون احترام احترامنا لبعضنا مهما كانت آراءنا وطبعا التعاون لا بد يتم بين أفراد وما دعم الأفراد مختلفين لا يمكن أن يجتمعوا مع بعضهم ولا يمكن أن يتحقق تعاون إلا وفي القوانين يفهم بها كل طرف الآخر يعني يعني يعطي من نفسه لأجل الآخر فأنت عندما تكون مؤمن بقضية عليك أن تعطي من نفسك حق حق الآخر بين يؤمن بشيء آخر والهدف ليس ما يؤمن به الهدف أنه نعيش كلنا هنا جميعا كلنا في وقام وسلام ونطبق القوانين التي تسر على الجميع هذه الفكرة ليست أنا ضد الدين أو مع الدين هنا نأتي ونقول بأن هذا الوضع الديني أو وضع العقيدة المعينة التي ورثناها من الماضي علينا أن نراجعها ونجد هل هي تساعد على التعاون وعلى أن نعيش معا نسوية بدون حساسيات كبيرة إذا كانت لا تساعدنا علينا أن نضعها في مكانها الصحيح ونقول شكرا جزيلا علينا أن نجد طريقة أفضل هذا المجال قدما نجد دين مثل الدين الإسلامي ورثنا الدين الإسلامي الذي ورثناه هذا الدين يقول لك لا كل ما غير مسلم هو كافر سابقا كانت صحيحة كانت نمط من الماضي الحياة لا كل جماعة بشرية أو كل دولة أو كل منظومة أو سلطنة في ذلك الزمان تقوم على هذا الإساس إن لم تفعل هذا سيأتي آخرون ويتغلبون عليك المسلمين من الناس الذين الذين تبنوا الخطاب الإسلام السني أو الشيعي هم الذين استطعوا العبور والنجاح أو تغلب على الآخرين وربما كان هناك آخرين كان يمكن أن يتغلبون على الطرف السني أو المذهب السني ربما مثلا القرامطة ربما هم الذين كانوا هم الذين ينتصروا أو الإسماعيليين أو الفاطميين هم الذين ينتصروا على هؤلاء وكان لكن لو حدث هذا كان يمكن أن يكون جميعا من الإسماعيليين أو الفاطميين أو القرامطة ممكن فبالتالي لا حاجة لأن تتمسك بهذه الأمور وعلينا أن نفهم بأن التنوير يتطلب الآن أن نتعاون فيما بيننا مهما كانت خلافاتنا وأن يصبح التعاون هو الدين الحقيقي الذي يجب أن نتمسك به هو المبدأ المقدس الوحيد الذي يجب أن نتمسك به وليس أن نضع مقدس ينفع أو يستخدم لجهة محددة أو يصبح في صالح الشيخ الحضيرة الفلاني أو الشيخ الحضيرة العلاني لا هو هذا التعاون والتفاهم والتنوير عبر التنوير هو الذي يجب أن يكون مقدسا أختم في هذه الفقرة وأقول رجاء ندعو المقدسات هي الوحيدة تذبل وتضمح لا تمنح قبلة الحياة بهذه الطريقة هناك أمر آخر بعد الفاصل كما قلت أن أتراض على الدين الشيء وحرق رموز الدينية شيء آخر هذا لازم أنه أتحدث الصورة التي وصلتني عن موضوع حرق المصحف في السويد هذه العملية حدثت بسبب أن هناك شخص بالدوان ما أعرف اسمه ما ذكر اسمه بالضبط بالدان أو بالدوان هذا الشخص هو واحد متطرف استعمل موضوع حرق القرآن كطريقة لتحقيق الشهرة والوصول إلى الجمهور وإثارة اللغة واستثمر موضوع حرية التعبير وأعتبر هذا التعبير هو حق من حقوقه الشرطة دائما كانت كما قرأت أن الشرطة السويدية كانت ترفض دائما التظاهرات التي تقوم على الفكرة التي يطرحها هذا السياسي المعارض واليميني هو التي تقوم على حرق القرآن وكراهية اللاجئين والأجانب داخل السويد فبالتالي هذا الشخص دائما يطلب يعني حتة مشاكل كثيرة بسبب التظاهرات تم فيها حرق القرآن سابقا الفترات الأخيرة الشرطة رفضوا منح أي ترخيص لمظاهرات من هذا النوع لكن هؤلاء ماذا فعلوا الذهبوا اشتكوا للقضاء السويدي وقالوا أن هذا حق من حقوقنا ولا يجوز انتهاكه القضاء السويدي قال أنه لا يوجد ربط بين تدهور الأمني داخل السويد وعمليات وهذه التظاهرات فبالتالي الشرطة وقع بينهم يعني لم يجدوا حلا سواء الموافقة على هذه التظاهرات فبالتالي هي مشكلة خاصة بالسويد فأنت عندما هو واحد مستغل واحد السويد استغل الموضوع هناك غاضبون وناس غاضبون من موضوع الديني لأنهم دفعوا ثمن التطرف الديني ثمن طبيعي هما بشر يعني وهناك بشر يعني التطرف الديني خاصة من شمال العراق للعراقيين وبسوريا وناس بمئات الآلاب دفعوا ثمن باحظ للتطرف الديني فبالتالي هذا يعني انت تخيل انت فقدت كل شيء عائلتك وعولادك وجوز واموالك وحتى جزء من جسمك فبالتالي رجودة فعال الناس مختلفة هذا يجب تفاهمة يعني هو خلي كما انا ذكر رجل دين اعتقد دلاي لاما قال لها حرق الكتاب الخاص المقدس بالبوذين اما قال لها شنو مشكلة يعني تذير غضب يعني هو كتاب خلي حرقه ما في مشكلة يعني المهم بالنسبة لان قرأته يعني الفكرة هي ليست الكتاب ولا التعليمات الموجودة بانما ما ما فهمته من هالكتاب ما منحني هذا الكتاب و تريد حرقها هاي مسألة تخصك يعني كما يقولون هو الكتاب يحفظ نفسه يعني بعدها تحدثنا عن القرآن الكريم على كل حال الفكرة هي هنا انه انت تستثمر موضوع و اصلا هو الدين الشاعي الموجود هو قام على فكرة حماية هذا المقدس ويدعي بانه ان علاقة بهذا الكتاب المقدس علاقة وطيدة جدا وانهما وجهان لعملة واحدة هي هنا الفكرة فانت عندما تأتي وتقول هذا القرآن وانه تحرقه وتقول يطلع هذا لك شوف احنا كأنما حرقتنا جميعا فصار هذا يعني اعطيت شرعية كبيرة اعطيت شرعية لهؤلاء الذين يدعون وصايتهم عن القرآن والي هذا سب تشوف اردوغان الآن طلع صرخ فرصته وعندما تجد تبحث الموضوع تجد ان القضية ما لها علاقة بالقرآن لها علاقة بحزم الامان الكردستاني عنده حاجة معهم وانه مشكلة يريد يبتز ويكسب من خلال مواقف سياسية يعني حول الكتاب القرآن الى مجرد اداة لتمرير مخططاته وحاجاته السياسية والوصولية فمسألة يعني هل هذا يشرف القرآن مثلا كريم ان يأتي احد ليستعمله فمن فرق بين هذا الذي يحرق القرآن باتباره يعني اداة للتعبير عن غضبه وحاشته للإساءة للآخرين وبين اردوغان الذي يختطف هذا الكتاب ويدعي حمايته حماية هذا الكتاب ويمرر بعد ذلك مخططاته ويحصل على حاجاته كلاهما يستثمران الموضوع بطريقة نفسها رجل الدين ايضا رجال الدين يستعمل القرآن باتباره يصفي عليهم الشرعية لكنهم ماذا يفعلون يأتون بأحاديث التي تعجبهم ويعني يأخذون كل شيء واخر شيء يأخذون منه القرآن وحتى اذا أخذوا شيء من القرآن لا بد ان يكون مدعوما بمزاجهم وعرائهم وطرقهم في استنباط والاستدلال الأحكام الشرعية ما لا فعلنا احنا بهذه الطريقة يعني احنا بدلا من ان نفك الارتباط كتنوريين ما بدلا من ان نفك الارتباط بين القرآن ومختطفيه ونحرره من الخاطفين نذهب يذهب البعض ويهاجم القرآن ويفتح قنوات فقط لمهاجمة القرآن الكريم وكأن المسألة الى علاقة بهذا السنم وعليه ان يتخلص بهذا السنم ولكي يرتاح نفسيا ماذا فعلنا ان يجب ان نفك الارتباط بين القرآن الكريم والتبار الذي يطفي الشرعي على هؤلاء وبين المختطفين القرآن الكريم مختطف 1500 عام هو اصلا تم الاحتفاظ به لكي يؤدي هذه الوظيفة ولهذا لكي يؤدي هذه الوظيفة تمت عملية رفض او منع اي واحد يحاول ان يخترب لهذا الكتاب ويحاول ان يفهمه ويقرأه لا احد يسمع له بقراءة هذا الكتاب اسم القرآن لكن لا احد يقرأه انه تسمعه تطرب عليه وهناك اختلافات انه هل يجوز دخول المقامات في التلاوية القرآن وهكذا القرآن كتاب مختطف ما زال لا احد لا احد الى حد الآن حرره من مختطفيه وبالتالي عندما يأتي الشخص ويحرقه مثل هذا سيصفقون ويهللون له هذا جهل بالتنوير هذا انعدام للحس الاخلاقي والفكري بل هو تشبه بالتعصب والمتعصبين هذا السلوك نسخة اخرى من التعصب والمتعصبين لكن الفرق الوهيد انه يتخذ لولا اخر اوكي انا نقول هناك حرية حرية تعبير لكن وايضا هناك حرية انتقاد الديان لكن في الوقت نفسه علينا ان نعرف بان حرية اعتلاق الديان جزء منها هي حرية انتقاد الديان ايضا وعلينا ان نفهم هاي المسألة وايضا بعد ذلك علينا ان نفهم اي اديان نعني ونالك اديان فاشية نازية مثلا يجب تحديد هذا الموضوع اذا كانت اديان تدعو للكراهية كراهية الاخرة يجب ان نوقفها حتى نقول هذا الدين لا يصلح للمجتمعات المؤاصرة اذهب انت ودينك وقاتل مثلا اذهب ايش بصحراء ايش بأي مكان علينا ان نعرف ونحدد هذه الديان اما نسوف الامور وندعي بين الوقت غير مناسب هو متى كان هنالك وقتا مناسبا هذه الدعاءات وتملص وتملق ومداهنة لما يعدل وهذه المداهنة تكون على حساب حتى الذي يداهن والذي ينافق لانه الاديان الموجودة تعال هذا الدين متصالح مع الاخرين فلنفترض انه يكره وقام علي الكراهية لكن عليه ان يعرف حدوده يعني يعرف يعني انا مثلا كشخص اعرف اماكن الخطرة يعني متى اكون خطرا على الدين او القائمين على الدين عليهم ان يعون بانه يعرفون هذا الدين فيه اماكن خطرة يجب عدم التطرق لها يجب الحد منها ماذا ما يجري هو بالعكس لا يجري يجري بالعكس تعزيز الخطاب الديني ومحاولة تكسب اتباع باستمرار وقمع كل من لا ينصع للدين الشعع ويشوخ الحضيرة القائمين على هذه الحضائر الدينية المنتشرة في كل مكان تجد في كل الشارع وزقاخ وكل مدينة هناك حضيرة حضيرة الدين ويجب ان يدخل فيها جميع ويصلون ويعبدون استعبدون ويتوسلون شيخ الحضيرة بعض ان يمنحهم بعض الفتاة فيأتي مثلا اردوغان يجي ينافق جزيرة تجد نافق شوف خطابهم يعني عدما تسأل ماذا تريدون يعني بالنتيجة الآن انت ضد السويد او ضد واحد سوى عملية قراءة ماذا تريد هل تريد تحرق الدنيا يعني ماذا تريد هل تريد تعلن الحرب على دول كبرى من هذا النوع ثم لماذا تربط بين الدول والحكومات وهذه الحادثة وحادثة فردية وانتهت الحكومات اكثر حكمة واكثر دراية بما يحدث وهم عندما يمارسون هذه الامور ف عندما يمارسون الحكم اقصد يمارسون لا ليس بطريقة رجل الدين او الشيخ الحضيرة وتفكيره قائم تفكيره بسيط قائم على تحريض العامة وال اتباعه بطريقة وباخرى فقط لكسب بنقاط لكن على حساب ماذا على حساب مستقبلهم على حساب حياتهم على حساب واقحهم على حساب مصالحهم لكنه هو الهدف الوحيد ان يكسب فقط هذا ابتزاز مزدوج هذا لا يفكرون الا بانفسهم ودينهم المصنوع والذي قد على قدهم فقط انه همهم الوحيد هؤلاء فقط كما قلت ابتزاز مزدوج لشعوبهم ولأتباعهم وللآخرين أيضا هؤلاء موجودون فقط لكي ينهلوا ويكسبوا ويغنموا من هنا وهناك من الداخل من خارج من جميع الأطراف هذا هو الوضع الذي حقيقي هؤلاء يستعملون القرآن الكريم وكل شيء كأداة لتنفيذ مشاريعهم ومعارفهم لا يفهمون أي شيء آخر كل الكلام الذي يتحدث من به مسيف وكاذب لكن حقيقة الرئيسية هي أنهم مدعون وكذابون ومنافقون وكل نحن نعرف هذه الحقيقة علينا أن نكون شجعان وصادقين ونكون تنوينين حقيقين على درجة عالية من الأخلاق القويمة السليمة التي لا تقبل المداهنة ولا الممارات وأيضا أن نكون أخلاقيين كما قلت وصادقين في أقوان وأختم وأقول من يقدر القرآن حقا من يحترم هذا الكتاب حقا عليه أن لا يحوله لأدات فعليه أن يرفض استمرار في اختطافه وأن يطالب بتحريره لا هناك من يختطفه طبعا وهناك من يحرقه مؤخرا لكن كلاهما يرتكبان يرتكبان سوءا بحق هذا الكتاب أو أي مقدس يعني هو رمز غض النظر عن تقرأه ولا وما دام هو رمز يلتف حوله جميع فيجب أن يقدس وأن يحترم ورفض تحويله إلى أداته قل هذه العملية أنت ماذا تطالب طالب أنه معاقبة هؤلاء لماذا لأنهم تعرضوا الكتاب إذن لا قل لا هذا تستخدم حجة أو ذريعة لكي تمرر بها خطابك العدواني لا ما يحتاج خلص واحد حرقه أنسى الموضوع أنت لأن كل واحد حرق الكتاب بكرة بعد يوميا شون بعد ذلك سيصير شيء عادي وفينا صار شيء عادي حرق الكتاب في السويد لأنها عملية مستمرة منذ سنوات النتيجة علينا أن نرفض تحويل كتاب لغنيمة أو المقدس لغنيمة يحاول الجميع الكسب باسمها هذا يعني لابد أن نفهم هذا الموضوع وهذا بالضبط يعني تحويل الأشياء إلى أصنام ونبدأ بعد ذلك إما بسبها وقذفها بالحجارة أو التعبد لها وتقديم القرابين رأيي أن تحويل الأشياء إلى مقدسات هو هدف الدين هدف الدين تحويل أشياء المقدسات بعد ذلك يبني يقسم العالم إلى صنفين صنف معي وضدي وبعد ذلك تنشى الحروب وهذا سبب إشكالات لا يتمر بها البشرية دائما لماذا؟ لأننا نفعل هذا الطريق هذا الزرع البذور الكراهية بيننا أو بين أي آخر هو يحتاج الدين يعني هو الدين أصلا رموز دينية وجدت التي تؤدي هذه الوظيفة وظيفة تعبير عن حاجاتنا وأطماءنا وأسوأ ما فينا وتمرير العنف الموجود داخلنا تجاه الآخرين فبالتالي هو هذا الذي ينشئ الدين هو الذي هو سبب ظهور الدين وتسيد دائما في مجتمعات بين المجتمعات البشرية لأن هاي المجتمعات هي بشر أدوانية حاجات عنيفة لابد أن يعبروا عنها بطريقة من الطرق مع السلامة وأسفة طالعا طبعا يهمني جدا أسماء رأيكم في هذا الموضوع ومستعد أن أخذ القضايا يعني الأجوبة والتعليقات على هذا الموضوع وخصص لحلقة خاصة مفتوحة ومباشرة أعتقد يعني يوم الأحد فشوفكم خير ومع السلامة فأذكر أعيد التعليقات على هاي الحلقة راح أحاول يعني أقسمها في أبواب مع أسماء الأصدقاء المشاركين فيها وممكن يصير حلقة أولاين ممكن أي شخص من الأصدقاء يدخل في حوار مفتوح مع الجميع يعني يضع الرابط ضمن التشات ويصير حوار والآن يعني كنت ما أطلب المشاركة ووضع اللايك بالقناة لكن الآن يبدو صارت مسألة أساسية لأنه إذا ما تضع لايك وما تضع تعليق أو أو تسوي مشاركة فالفيديو راح ينحسر ما راح يوصل إلى الآخرين وحتى أنت أيضا إذا ما تضع لايك ف وأنت مثلا عندك فرض 500 مشترك أو مشترك 500 قناة ف اليوتيوب يسوي أفضليات إذا ما تضع لايك هو بس اللي تضع عليها لايك راح يكررها عليك يعني بالفيد تدخل اليوتيوب يطلعك إياها بالمقدمة الأشياء اللي أنت مؤجب يعني قنوات اللي أنت مشترك بها والتي لا تضع لها لايك راح تكون بالأخير لكن اللي تضع عليها لايك أكثر من مرة راح تظهر أمامك بشكل مستمر وعتقدت كثيرين جربتوا لفسكم يعني ممكن تجربوها وتشوفون الموضوع بأنفسكم مع السلامة